الدور الثاني من منافسات الومبياد ورالي العلوم لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم يشارك فيه على مستوى قطب الشرق ما ينهز أربعين تلميذا موزعين بين ولايات العصابة وتقانت والحوضين وفي هذا سياق أدى للعصابة زيارة لقاعة امتحانات الرالي اطلع خلالها على ظروف سير المسابقة التي تستمر على مدى ثلاثة اليام قمنا اليوم بزيارة المتسابقين في الدور الثاني لأوليمبياد ورالي العلوم لنيل جائزة فخامة رئيس الجمهورية تكدنا أنها تجري في ظروف جيدة هذه المسابقة كي تعرفوا تندرج في نطاق الجهود القائمة بها السلطات العمومية لتطوير المنظومات التربوية وكذلك لمساعدة المتميزين لأصحاب المواهب ودعمهم إلى مزيد من التمييز ضمانا لشذافية الرقابة ابتعاتت وزارة التهديب الوطني وإصلاح النظام التعليمي لجنة توكل إليها مهمة التنسيق والإشراف المباشر على سير المسابقة لجنة إشراف دورها الإشراف وضع تقديم الامتحان أولا قمنا بحلقة لتمثيل عن ما سيجري للتلاميذ يأكل عدوات حلهم محاكاة الطريقة التي يجري بها الامتحان ثم بعد ذلك نقوم بالإشراف بطرح الأسئلة وتصيح الأجوبة وتحضير المحاضر النهائية لكل منافسة المسابقة تجري في العلوم بالنسبة للخوامس والسوادس كانت اليوم الأول والفيزياء والكيمية بالنسبة للخوامس والسوادس كانت في اليوم الثاني أي اليوم يوم الجمعة وغدا إن شاء الله وتعالى سيتجري منافسات الرياضيات بالنسبة للسنوات الخوامس والسوادس والثوارث لعدادها مع التقدم محطات هذه المسابقة العلمية التي تشمل مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية يستشعر التلاميذة المتأخلون إلى الدور الثاني احتدام المنافسة وما يتطلبه تفادي الإقصاء من جد واجتهاد واكتساب للمعارف هذا نوع من المسابقات يحفظ التلاميذ اللي يقرأ وبيلي إن شارك مع التلاميذ المتميزين تحسنك منافسة مع بعض من الولايات لابد أن تتعود جيد تراجع إياك كانت تتقاومها والتلاميذ تستهدف مسابقة وراء العلوم العلمية الأقسام السوادس والخوامس من المستوى الثانوي بالإضافة إلى الأقسام الثوالذي من المستوى الإعدادي وتسعد دولة من خلالها إلى تنمية وتطوير تعليم المواد العلمية بالإضافة إلى اكتشاف مواهب ومهارات الطلاب في هذا المجال عبدالله الصوفي قناة الموريتانية مدينة كيفا